اهلا وسهلا ومساء الخير طبعا على كل اهلوية اللي بيبدأوا معنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكم في بداية الحلقة ومن بكرة كورة ضرب نار بداية الشامبيونز ليج دور المجموعات هنتكلم مع حضرتكم على المواجهات وعلى رغم ان احنا لسه بس في مجرد البدايات لسه بنسخن لكن الحقيقة فيه كلاشات وفيه مواجهات من العيار التقيل ندعوكم للاستمتاع بكرة وبعده وهنستمتع شوية مع الكرة في اوروبا لغاية لما الاهل يبدأ معسكره ان شاء الله في هولندا النهاردة عندنا حاجات كتير في الحلقة منها انفراض الحقيقة من واحد من نجوم السامبا من نجوم الملكي ريال مدريد وكان ليه مشوار طبعا ومحطة مهمة في الارسنال جوليو بابتيستا نجم منتخب برازيل وريال مدريد هيكون ضفنا النهاردة في السادسة هنتكلم معاه طبعا على البدايات في الدوريات عموما وخصوصا في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي وهنتكلم معاه طبعا على بداية دور المجموعات في الشامبيونز ديك بكرة هيكون معنا كمان النهاردة فقرة يا احنا امبرح واللي بتابع السادسة طبعا استضافنا الحقيقة يمكن او اول امبرح استضافنا دكتور محمد يحيا واتكلمنا على فكرة الطب الرياضي وإيه الجديد وراجل حقيقة يعني طبعا استاذ جراحة عظام وطب الرياضي في كلية طب جامعة الازهر هي عنده من الخبرة والدراية والمعرفة اللي قال لنا حاجات أنا كنت بسمح لأول مرة واهمها طبعا كلمنا على فكرة الدي انا في التحليل اللي بيتعمل للاعب سواء في بداية الموسم أو حتى لعب منطق الجديد وازاي ده بيأثر على الجرعات التدريبية وقدراته العضلية وقدرته أو قدرة الجهاز الطبي على تشخيص الحالات وسرعة علاجها واستشفاءها وتأهيلها وعلى آخر زي ما بنتكلم عن ناحية البدنية اعتقد انه لا تقل بأي حال من الأحوال الأهمية الناحية النفسية والزهنية للاعب كرة القدم ومش بس لعب كرة القدم هي أي حاجة في الدنيا في السياسة في اقتصاد في رياضة في فن فيها مواجهة لازم العامل النفسي يكون حاضر بشكل كبير على كل أحوال وطبعا هيشرفنا النهاردة كرة الاهلي مش غايبة عننا وبالتأكيد ديها نصيب الأسد في حلقة النهاردة هيكون واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمد حجيش في ضيافتنا هنتكلم معه على شكل الموسم وعلى معسكر الإعداد وعلى الصفقات وعلى الجهاز الفني كل ده في حلقة النهاردة من السادسة وقبل ما نبدأ وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا مفجأة بالنسبة لي أنه توتن هام يبقى في صدارة الترتيب بالنسبة للأندية احنا متكلم عن الأرقام الحرارات مشوفتوها دي الأندية الملكها أو المستثمرين فيها ضخوا فيها أموال على مدار العشر موسم الأخيرة واخد بالك الأرقام دي بتعكس قد إيه أنه صناعة كرة القدم بقى هنا مش بيكلم عن رياضة صناعة بيزنس كرة القدم بقى إيه جاذب للاستثمارات النهاردة بنشوف دول أو سندي استثمار أو رجال أعمال أو حتى عائلات بتضخ استثمارات كبيرة جدا في عندها كتير وأبرزهم طبعا أبرز تجربة يمكن في السنوات الأخيرة كان تجربة البي أجي في فرنسا تجربة المان سيتي تجربة ليفر بول بس ليفر بول يمكن تجربة قديمة شوية في 2005 عائلة جليزر اللي عليها غضب شديد جدا من جمهير اليونيتد نتكلم طبعا على انتر ميلا في الموسم قبل الماضي للاستثمارات الصينية وحاليا طبعا ريد بيرد اللي استثمارت في ليفر بول والسنة دي بتستثمر في الأي سي ميلا وبنسبة الكلام على أوروبا بكرة ماتشاط ضرب نهار بكرة البطولة الأكبر البطولة الأهم البطولة الأمتع على وجه الكرة الأرضية انتلاق دور المجموعات وخليني أستعرض مع حضراتكم في بداية الحلقة بكرة وبعده هتتابعوا ايه في جولتين متتاليتين البداية بكرة ان شاء الله المواجهة الأولى هتكون بين شيلسي ودينموز أغرب شيلسي طبعا كفته أرجح المواجهة الثانية دورتموند وكوپنهاجن وفيش حاجة محسومة طبعا سأقول يعني بحكم بالتقريب يعني دورتموند في مواجهة كوپنهاجن دورتموند كفته أرجح ساليسبرج وميلا ورغم أن ميلان طبعا بطل من أبطال تاني أهم بطل في أوروبا لكن ساليسبرج لحياة تجربة كروية مميزة جدا فصعب أنك تتعاقع عنك وان كانت الكفة تميل شوية لصالح الميلان ثم المواجهة الجماهيرية بين ريال مدريد وسيلتك الاسكوتلندي وطبعا كفة ريال مدريد ممكن تبقى أرجح شوية وان كانت مباراة برضو هتكون من مباريات اللي يعني هيكون يعني فيها منافسة إلى حد ما شختار في مواجهة ليبزيج وليبزيج هنا أقول أن كفته أتقل شوية وبعدين المواجهة الأكثر جماهيرية والأكثر قوة برضو سيبيا أو سيبيا أو إجبيلية الإسباني في مواجهة ألمان سيتي وطبعا الستي واحد من المرشحين بقوة لإحراز اللقب السنادي وخصوصا في وجود الدبابة النرويجية أيرلينج هالند والمواجهة الأصعب والمواجهة الأقوى بكرة هتكون بين اليوفي الإيطالي وباليس سان جيرما في إطار سعي اليوفي للعودة للمشهد الأوروبي واحد يبقى دايماً يوفينتوس واحد من كبار أوروبا في مواجهة باريس سان جيرما المدجج بالنجوم والحالم بتحقيق لقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي ثم بنفكة البرتغالي في مواجهة نادي الكيان المحتل في آخر الجوالات نروح ليوم الأربع وعندنا فيه مواجهتين من العيار التقيل عندنا عاكسة مستدام في مواجهة رينجلز سكوتلندي عندنا سبورت انجليش بونا في مواجهة فرانكفورت عندنا ليفر بول في مواجهة نابولي مواجهة من العيار الثقيل ثم أتلاكو مادريد في مواجهة بورتو أتلاكو مادريد يمكن كفته تكون أرجح وإن كان بورتو دايماً عودنا واحد من الفرقة البرتغالية اللي ممكن في موسم كده زيه زي آكسة مستدام زيه زي مارسيليا في سنوات فاتت يعني ممكن تلاقيه في موسم شارخ والدنيا ماشية معي ووصل لأدوار متقدمة جداً بل إن بورتو حقق اللقب قبل كده طبعاً تحت قيادة جوزي مورينيو الموسم اللي تقدم فيه سباشل وان لجماهير الكرة في العالم كله بعد كده عندنا ليفر كوزن في مواجهة كلوب بروغ ودي يمكن مواجهة متكافئة لحد ما البارسة في مواجهة بيلزن بيلجراد وصم بايم يونيخ في مواجهة إنتر ودي المواجهة الأهم والأقوى والأصعب على مدار يوم الأربع اللي جاي وختام المواجهات هتكون بين توتنهم المنتاشي والمنتعش الموسم ده بيقدم حيب ده قوي جداً في البريمير ليج واحد من الأندية اللي بتقول أنا عندي القدرة أن أنا أنافس في مواجهة مارسيليا دعوة الاستمتاع وأعتقد أنه يوم الأربع هنتابع مع حضراتكم في حلقة العالمي ركاب كامل لمطشاط الشامبيونز ليج موسم إن شاء الله بإذن الله وأعتقد بعد مركات وأكتر من رائع بنشوف البرسة بيرجع مرة تانية الريال حاضر ليفربول موجود الستي موجود ميونيخ بي أس جي أتوقع أنها تكون نسخة ساخنة جداً من بطولة الشامبيونز ليج فاصل ونرجع لحضراتكم سامبا سامبا ما فيش كلهام يعني واحد من نجوم الكرة البرازيلية واحد طبعاً من نجوم روما وريال مدريد وختاماً في الأرسنال لعب لتلاتة من أكبر الأندية الأوروبية لعب في تلاتة من أكبر الدوريات على مستوى العالم موهبة الحقيقة كانت فزة ومتقلقة بشكل كبير جداً وزي ما حالكم شفتوا جزء صغير جداً من مهاراته دايماً المطلوب في المهاجم أو لعيب خط الوسط المهاجم أو الجناح بيبقى العنصرين الأساسيين دايماً السرعة والمهارة لكن الحقيقة لما يتوفر معهم كمان القوة انا شايفين هو يمكن تكوينه يميل أكتر أنه يكون مدافع قوة بدنية وجثمانية كبيرة جداً مع السرعة والمهارة خلوه واحد طبعاً من أهم اللعيبة اللي جات في الجيل ده جوليو بابتيستا نجم السامبا البرازيلية ونجم ريال مادريد وروما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي والكلام طبعاً عن انطلاقة الملكي في بطولة الشامبينز ديج وعشاء الريال يمكن كتير في مصر يعني أنا عارف طبعاً أنه جمهور كبير بيشجع ريال مادريد هنا وفي العالم كله الحقيقة لكن خلينا متفقين أن الموسم ده صعب شوية على الريال كل الفرقة استعدت بشكل كبير جداً وأبداً المنافسة مش هتكون سهلة سواء على مستوى البطولة المحلية الليجة أعتقد أنه البرزة السنة دي عائد وبقوة أتلتكم مادريد دايماً موجود في المشهد طبعاً أنت بتتكلم مع جيل الجالاكتيكوس بتتكلم على جيل لعب فيه راول جونزالس لعب فيه سولاري لعب فيه بابتيستا لعب فيه روبيرتو كارلوس لعب فيه فرناندو ييرو سيرجيو راموس لما كان لسه صغير ثم الزيدان وفيجو والبقية طبعاً تأتي جيل عملاق وجيل ذهبي لريال مادريد لكن خلينا نقول أنه الريال السنة دي هيعاني بلا شك ونفتكل حقيقة بدايات الريال في السنة اللي فاتت يمكن ما كانتش أحسن أو كأحسن ما يكون يعني الريال الحقيقة يمكن النسخ على الرغم أنه نوصل ونجح أنه حقق لقب الشامبيونز ليج تفقين أنه ده كان بمعاناة كبيرة جداً وكان في كل مواجهة قبق وصينا أو أدنى من الخروج برا البطولة بداية من دور المجموعات وحتى مش بس في مواجهة الفرقة الكبيرة لكن حتى في مواجهة أنا فاكر يمكن في دور المجموعات كان فيه معاه فريق مجهول كده اسمه شرف ترسول قدر يكسب ريال مادريد وبالتالي الريال عين الموسم اللي فات هل المركاتو اللي قام بي الريال وهل كارلو إنشاللوتي قادر على قيادة الريال للتتويج مرة تانية ولا فرصه إيه في مواجهة فرق عدة العدة بشكل قوي جداً أبرزهم طبعاً السيتي ليفر بول اللي حاضر بشكل كبير خلينا ناخد رأي نجمنا النهاردة في السادسة جوليو بابتيستا واو يمين شمال براسه برجله دابل كيك زي ما انت عايز تلاقي جوليو بابتيستا أو خوليو بابتيستا بالأسباني برحب بك طبعاً في السادسة وبشكرك على مشاركتك معنا على شاشة الأهلي أهلاً بكم شكراً جزيلاً أنا سعيد لتواجدي معكم وللتحدث عن كرة القدم بطبع يعني استمتعنا بمجموعة بسيطة من إهدافك كنت واحد الحقيقة من نجوم جيلك وما زالت جماهير الريال على وجه الخصوص ما تنساش أبداً إسهاماتك ومشاركتك مع الميرينجي أو مع الملكي ريال مدريد نعم أعتقد أن أنها كانت فترة ممتازة حينما حينما كنت ألعب كرة القدم لمدة تزيد عن سبعة عشر سبعة عشر عاماً كلعب محترف حسناً أنا حاولت حاولت أن أبذل قصارة جهدي لوقات دي وأحافظ على مستوية لمدة عشر سنوات مع المنتخب البرزيلي هي أكثر الأشياء أهمية هي هم الجماهير وما اتركتوا من آثار وانطبعات جيدة للجماهير هذا هو هذا هو الأمر المهم بالنسبة لي لعبت في ثلاث أندية كبيرة وشاركت في ثلاث مسابقات أو ثلاث دوريات يعتبروا من أكبر الدوريات على مستوى العالم دوري الإيطالي وجنون الكرة في إيطاليا ريال مادريد أفضل نادي في العالم الأرسنال والدوري الإنجليزي أقوى مسابقة وأقوى بطولة على وجه الكوكب كله من نسبة لك كان أكثر فترة ممتعة وإيه الأجواء اللي حست فيها أنه ممارسة الكرة في النادي ده أو في البطولة دي أعتقد أن جميع المنافسات التي خطوها أعتقد أن الدوري الإسباني كان لديه كرة مميزة كرة فنية مختلفة على المستوى الفني وكذلك الدوري الإنجليزي حينما لعبت في الدوري الإنجليزي كان الأمر يحتاج لقوة بدنية أكبر من الدوريات الأخرى والآن لدينا في الدوري الإنجليزي حوالي 7 أندية تستطيع أن تنافس على أعلى المستويات لديك الآن فرق قوية وتلعب كرة قدم جيدة جدا أعتقد أن هذه الفترة كانت الأفضل كان لدينا العديد من اللاعبين من الأندية الآن في أوروبا تحقق نتائج رائعة وتستحق أن تكون الأفضل في أوروبا قبل أن أتكلم معك على الكرة الأوروبية ومناسبة انطلاق طبعا مباريات دور المجموعات في الشامبيونز ليج يهمني أخذ رأيك فيه واحد من المدربين البرازيليين اللي نجحوا مع المنتخب الأوريم الأوليمبي البرازيلي بداية طبعا هو متعوج في بطولة أوليمبيات رويد جانيرو بالميداليا الدهبية مع المنتخب الأوليمبي البرازيلي كلام على روجيرو ميكالي اللي تولى مسؤولية المنتخب الأوليمبي المصري من وجهة نظرك يعني أي أكتر حاجة بتميزه كمدير فني وإيه توقعاتك ليه في مشواره مع منتخب مصر أعتقد أنه أعتقد أنه قام بعمل مذهل مع المنتخب الأوليمبي في 2016 قام بعمل نتائج رائعة والآن نحن نعمل نعمل أنه يمكنه أن يصنع نفس النتائج مع المنتخب المصري في الفترة القادمة لأنني أعتقد أنه لديه القدرة على صنع هذه النتائج مرة أخرى إذا توفرت له كل الإمكانيات وأعتقد أن هذا هو مدخل أعتقد أنه مدخل جيد وبداية جيدة للمدربين البرازيليين في المنطقة العربية خصوصا في مصر أعتقد أن هذا مهم جدا للسوق البرازيلي على مستوى المدربين بالطبع نبدأ كلامنا من الفريق اللي تأمل أو تتوقع أنه يحسم اللقب لصالحه في الموسم القادم أو تتمنى على الأقل أنه يحسم اللقب لصالحه في الموسم الحالي كمشجع أستطيع أن أقول لك أن أنا أتمنى ريال مدريد بالطبع أن يفوز بدور أبطال أوروبا ولدي فريق أيضا هو إشبيلية إشبيلية أنا لعبت هناك ولدي تاريخ كبير هناك أعتقد أن لكن في هذه اللحظة أتوقع ريال مدريد لديه لديه فريق رائع وتاريخ كبير في البطولة والمدير الفاني كوروانشلوتي بالطبع هو يستطيع أن يحاول أن يفوز وأن يؤدي أداء مذهلا كما العادة فأعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأفضل ولكن بطولة دوري أبطال أوروبا لا تستطيع أن تتوقع هي بطولة صعبة لديك العديد من الأندية العديد من الفرق القوية التي تؤدي أداء مذهلا وتؤدي موسما استثنائيا هذا العام فبالتالي الأمر صعب على أي فريق ربما منشستر سيتي مرشح ليفر بول باريس سان جيرمان تشيلسي لدينا لدينا فرق مذهلة فرق رائعة يمكنها أن تكون مرشحة للفوز بالبطولة للفوز بالبطولة الدوري أبطال أوروبا هو يمكن هذا كان مدخل للسؤال اللي جاي لأنه الحقيقة جماهير الريال بتشوف أنه معظم المنافسين الأساسيين وخصوصا على المستوى الأوروبي قدروا يعملوا مركاته في منتهى القوة وأبرزهم طبعا الغريم اللدود ريال مدريد طبعا فريق باشتونة اللي عمل مركاته أكتر من خيالي السيتي عمل مركاته قوي جدا وأهم صفقة يمكن كتستخدام إيرلينغ هالند ليفربول حاضر في آخر أربع مواسم وصل ثلاث مرات للمباراة النهائية وبالتالي الناس كتير بتشوف أنه مركاته الريال ما كانش على نفس المستوى من القوة والطموح لتحقيق لقب الشامبيونز ليج بتتطافق أم تختلف نعم بالطبع الأمر أعتقد أمر طبيعي إذا أردت أن تحسد اللقب يجب عليك أن تفعل كما يريد المدير الفني ما يحتاجه المدير الفني هو الأمر الأهم المدير الفني يعرف ما الذي يحتاجه ومن اللاعب الذي سيعطيه ما يريد أعتقد لديك الآن فينيسيوس جونيور لديك في أرسل خيسيوس لديك هالد في مشيسر سيتي لديك لعبين رائعين وكل مدير فني وليفر بول كذلك أعتقد أن أعتقد أن كل فريق لديه 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 اللاعبين التي تزيد من فرص الفوز له وكل فريق وكل فريق يعرف ماذا يريد بالطبع هذا ما أعتقد إزاي شفت مركاتو البارسا والحقيقة يمكن بداية العودة للطريق الصحيح تحت قيادة شابي وهل شايف أنه منافسة في الليجة هترجع مرة تانية بقوة بعد مرحلة رونالدو ميسي وبعد رحيلهم عن الليجة في أسبانيا نعم برشلونا هو الآن أحضر لعبين مذهلين الفريق الآن لديه انسجام جيد بين اللاعبين لم يكن لديهم في العامين الأخيرين الآن لديه ليفندوفسكي رفينيا لديهم العديد العديد من اللاعبين الرائعين فعلينا أن ننتظر ونرى هذا الموسم ليس فقط عبارة عن مباراة أو مبارتين لا الموسم طويل يحتاج إلى توازن يحتاج إلى استمرارية يحتاج إلى أداء جيد لم يكن مذهل على مدى الموسم لتحصد الألقاب يجب عليك أن تنافس وتقاتل مع الأندية الأخرى اتنين يمكن من أهم المواهب البرازيلية التي تقلقت في الموسم الأخير رفينيا مع ليتز يونيتد وأنتوني مع عيكس انتقلوا وانا يمكن كان عندي رؤية من الموسم اللي فات أن الاثنين هيروحوا لاثنين من أكبر الأندية في أوروبا وقد كان الموسم ده رفينيا بيلعب في برسلونة وأنتوني انتقل إلى ماشيستر يونيتد وانت لعبت في الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي ايه أهم النصائح التي توجيها لهم وشايف إزاي فرصهم في التقلق في وسط كوكبة من النجوم في الفريقين سواء البرسا أو اليونيتد الأمر مختلف عما كنت عما خطو من قبل الأمر تغير على مستوى كرة القدم واللاعبين والمنافسة العقلية تغيرت عما كان من قبل نحن نعيش من أجل كرة القدم ولكن الأمر الآن أصبح الأمر تغير كثيرا حول كل اللاعبين والإمكانيات الآن وكل شيء يدعو اللاعبين لبذل المزيد من الجهد وخوض منافسات قوية الأمر اختلف عما كان في الماضي نصيحتي لأنتوني ورافينيا أن يستمر في العمل الجاد والعمل الشاق أن يحاول أن يثبت أنفسهما في المنافسة فالأمر صعب فهذا هو المهم بالنسبة لهم وخصوصا لأداء للظهور مع المنتخب البرازيلي في كاس العالم إذا أردت ذلك فيجب عليك أن تستمر في العمل الجيد وإظهار المواهبة التي لديهم التي لديهم للفوز بالألقاب مع أندياتهما ومع المنتخب البرازيلي أعتقد أن لدينا الآن ما لم يكن لدينا من قبل أعتقد أن هذا الأمر هذا الموسم سيكون مميزا لكرة برازيلي الجيل اللي أنت كنت تلعب فيه كان يمكن حتى على مستوى ريال مدريد وعلى مستوى الكرة في العالم كان حجم المواهب كبير جدا والفريق كان بيدم عدد كبير جدا من النجوم هل في فرق بين الجيل الحالي والجيل اللي أنت كنت تلعب فيه من حيث الموهبة أعتقد أن كل جيل يختلف عن سابقه وكل لحظة تختلف عن الأخرى الآن أعتقد أن كان في الماضي كان لدينا كان لدينا مواهب أكثر بالطبع كان لدينا أسماء كبيرة من كل أنحاء العالم في كل الفرق والآن لدينا مواهب مواهب سواعدة تستطيع أن ترى في كل فريق مجرد ثلاثة أو أربع مواهب تستطيع أن تميزها في فريق الواحد ولكن أعتقد أن كما قلت الاستمرارية هي السبيل الأفضل أن يكون لديك الشغف لأن تعيش كرة القدم وهذا ما تحتاجه كرة القدم يهمني أسألك على فرص البرازيل دائما برازيل منتخب مرشح لتحقيق بطولة كاس العالم أو لقب بطولة كاس العالم ويمكن في السنوات الأخيرة كانت فيها أيمنة أكتر من المنتخبات الأوروبية كيف ترى فرصة الصنبا في مونديال قطر 2022 2022 طاقعي الشخصي بالبرازيل البرازيل دائما تحتاج أن تكون في المقدمة تحتاج أن تكون في مقدمة الصفوف المنفسة على كأس العالم أعتقد أن الفريق الآن يختلف عن السنوات السابقة الفريق الآن قوي جدا مرت سنوات وكان ولكن هذا الموسم يحتاج هذا العام أعتقد أن اللاعبين البرازيليين كل اللاعبين لديهم لديهم حالة رائعة نيمار دا سيلفا هو لعب رائع جدا رافينيا فينيسي جونيور رودريجو رافينيا أنتوني ميليتاو أعتقد أنهم قريبين جدا من من الانسجام المميز وأعتقد أن لديهم فرصة لديهم فرصة رائعة للفوز بكأس العالم هذا الموسم خوليو بابتيستا نجم الكرة البرازيلية ونجم ريال مدريد وروما أرسنال بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفية عارف أنك تتولى مسؤولية الفنية أو مدرب في فريق بلد الوليد الفريق أو النادي اللي بيملكه طبعا أسطورة البرازيل رونالدو الكبير رونالدو نازاريو بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وفقراتنا متواصلة مع حضراتكم في السادسة نروح لفاصل سريع ونرجع لكم على طول زي ما فتحنا الملف الخاص بالتب الرياضي مع حضراتكم في السادسة وتكلمنا على بمناسبة موسم صعب وشق جدا وهما الحقيقة مش موسم هما تلات مواسم اندمجوا مع بعض في موسم واحد وشفنا تأثيرهم في النهاية السلبي على فريق نادي الأهلي وشفنا حجم الإصابات كثرتها تأثر عدد كبير جدا من نجومنا بالإصابات والإجهاد على مدار الموسم وكلمنا على الناحية البدنية النهاردة بنتكلم على شق بتغالي انه في أي منافسة وفي أي مواجهة مش بس المواجهات الرياضية شق لا يقل أهمية وهو فكرة الشق النفسي التعامل النفسي مع فريق يكافح وينافس على كل الألقاب والبطولات اللي بيدخل فيها وبالتالي الحقيقة الموضوع مش بس كمان مرتبط بفكرة إيجاد الدوافع وتجددها لكن كمان بالتعامل مع كل المراحل وكل أنواع المنافسة المشروعة والغير مشروعة والمنافسة هنا مش بس مرتبطة بفريق منافس لكن مرتبطة في وقت من الأوقات بجمهور مرتبطة بمدرسة مدرسة كروية مرتبط بتحكيم في بعض الأوقات فخلينا نسمع رأي واحد من كبار الدكاترة طبعا الدكتور محمد المهدي أستاذ طب النفسي بجامعة الأزهر مساء خيري دكتور محمد مساء خير أستاذ أحمد أهلا بي والله فرصة سعيدة جدا أن أنا بسمع صوت حضرتك وأتمنى تكون موجود معنا بس يعني بشكرك طبعا على التواصل مع نفسها ديسة أهلا بحضرتك يعني الطب النفسي والحقيقة يمكن التجارب اللي قدام عنينا واللي شفناها على مدار السنوات الأخيرة بقى جزء أصيل جدا في المنافسات الرياضية والنهاردة بقينا بنشوف عدد كبير من الفرق الحقيقة بتستعين بطباء نفسيين عشان تبقى موجودة مع الفرق من أجل الإعداد النفسي قبل دخول في مشاركة رياضية أو في بطولة معينة ياريت نتكلم على دور الطب النفسي أو حاكت شرحنا إيه هو دور الطب النفسي مع المنافسات الرياضية ومع الفرق الرياضية بدايته هو في تخصص اسمه الطب النفسي الرياضي وده بيبقى الأشخاص اللي مشغلين فيه المتعمقين في نفسية اللاعب نفسية القريب وكيف هيتأثر في اللاعب وكيف يأثر هذا في علاقات اللاعبة وعلاقتهم بالجهاز الفني والجهاز الإداري وعلاقة الجهاز الإداري والفني بهم في حيث أنه كأن مايسترو بيضبط إقاع العلاقات ويضبط إقاع الأداء ليه إنه المسابقات الرياضية أو المنافسات الرياضية بتبقى دائما بتتم تحت ضغط نفسي كبير جدا يعني ما فيش منافسة رياضية كده عصولات تبقى والناس أعصابها هادية لازم تبقى الأعصاب مشدودة يعني ناس بتتحمل هذا الضغط النفسي من اللعيبة أو الجهاز الإداري والفني وفيه ناس بيبقوا يعني بيتأثروا بسرعة وعندهم حساسية زايدة وفيه يعني يعني لعيبة مشهورين جدا بيبقوا المهارات الرياضية بتاعتهم عالية للغاية وحذيفة بشكل يعني مبهر ولكن للأسف الشديد بتبقى الحالة النفسية بتاعتهم متقلبة انفعالاتهم زايدة يمكن يتهور في الملعب يمكن يتهور في التعامل مع الحكم يمكن يتهور في التعامل مع الجهاز الفني أو الإداري ياخد قرارات غلط مندافع متهور ويمكن وأنا بقول استفادة حضرتك هيجي على بالك أسامي كثيرة جدا حتى من اللعيبة المحلية عندنا طبعا مش هذكر أسامي لكن وحتى اللعيبة على المستوى لا دا احنا فيه وقعة شهيرة جدا مش هافحك يعني بتتبع بطولات كاس العالم فيه وقعة اعتداء زيدان طبعا في مباراة نهائي كاس عالم طبعا دي وكلفت فرنسا وصارت البطولة يعني واحدة من الحاجات اللي افتكرتها وحاجة بتتكلم معيني ازدان شوف يعني طبعا وخبرة كبيرة وكابت المنتخب فرنسا يعني اللعيب من أهم اللعيبة في جيله وفي تاريخ الكرة كلها وعندنا لعيبة من مصر خرجوا أوروبا وراحوا وكانوا هيحترفوا كانوا يعني على المستوى الكروي في منهم اللي زي محمد صلاح ويمكن فيه حد يفوق كمان بس للأسف الشديد التقلبات النفسية والهشاشة النفسية خلته ما يقدرش يكمل وبيرجع فده بيشير إلى أنه ضروري ضروري أنه يبقى فيه متخصص في الطب النفسي يبقى ده الطبيب النفسي بتاع الفريق وأنا أعطاك بالنسبة خليني أسألك سؤال مصر عندهم هذا خليني خليني أسألك سؤال يخص النادي الأهلي تحديدا أو لعب النادي الأهلي يا دكتور محمد يعني لعب النادي الأهلي بيتعرض لضغوط كبيرة جدا ضغوط مرتبطة بقوة المنافسة طبيعي جدا أي لعب بيلعب على بطولة بيتحط تحت ضغط شديد جدا لأنه هدفه الأساسي أنه يوصل لمنصة التتويج بيتحط تحت ضغط جماهيري عنيف جدا بما أنه الأهلي صاحب أكبر شعبية على مستوى مصر وأفريقيا والوطن العربي واحد من أكبر أندية شعبية على مستوى العالم فالضغط الجماهيري أيضا عامل مؤثر في الثلاث مواسم الأخيرة كان فيه تلاحهم مواسم حيث تقدر تعتمره موسم طويل جدا ممتد استمر فيه الضغط ده لفترات طويلة جدا تأثير ده إيه؟ وقدرة اللاعب عموما على تحمل الأنواع دي من الضغط في الطبيعي شوف حالتك اللاعب يحتاج ضروري يعمل ريكافوري بدني ونفسي تاير فلو أنت عندك مواسم متواصلة وتدريب متواصل وشاق فده يعمل إجهاد بدني ونفسي فبالتالي يبقى اللاعب كويس قوي بس مش يقدر يأدي كويس لأنه مجهد عايز يتعافى من المباريات المتتالية دي يأخذ فترة استرخاء وراحة الحاجة الثانية أنه يبقى محتاج أنه يعني يأخذ فترة نوم كويس بيكون في مسابقات متتالية أو في مباريات تنافسية متتالية بيضطرب النوم بتاع اللاعب ولما النوم بيضطرب بتبقى عصابه مجدودة ويبقى تحكمه في الكرة بيبقى صعب تعاملاته في الملعب مع الحكم أو مع زميله تبقى يعني مضطربة ومن لخبطة فضروري نبقى حطين في الحسبان الوقت المناسب ما بين المباريات المختلفة وده يعني اللجان المنظمة تحط ده في الحسبان ودي لها حسابات على فكرة معروف هو يحتاج الريكافري ده البدني قد إيه والنفسي قد إيه وينام كم ساعة وبعدين في حاجة كمان ما أثر الوقت سؤال أخير في الجزئية دي دكتور محمد يعني في قاعدة بتقول أنه النفسي يؤثر على البدني بمعنى أنه إذا كان الشخص ممكن بيعاني من بعض الأمراض النفسية من ممكن أنه ده يأثر على صحة الجسد نفسه ويصب بعض الأمراض نتيجة الاعتلال النفسي إنجاز التعبير يعني ده ممكن يترجم إزاي على الرياضيين كمان إحنا عندنا حاجة اسمها الاترابات النفسي جسدية ده يعني قطاع كبير في الاترابات النفسية إنه يكون اللاعب مضطرب فتلاقي المعدة تعبانة والقولون عصبي وتلاقي العضلة تتشد من مجهود قليل وتلاقي التناسط البصري العضلي العصبي مضطرب فتلاقي الكرة جياله وهو لاعب معروف بإنه حريف ولاعب موجوب لقيه شطها في حتة بعيد خالص وانت تبقى مستغرب يعني إزاي ده توجد قدام الجهن يعني لو بس لما استها هتدف أو ييجي في ضربة جزاء ويشطها في مكان بعيد وده يعني تدرب على ضربات الجزاء يعني مرات عديدة ايه واتصل حتى من من لعيبة سوبرستار وفي المسابقات حساسة جدا كتير جدا هذا بيبقى إما منه ما نامش كويس ما خدش فترات راحة كويس الحاجة كمان اللي بتأثر دلوقتي واتمنى أنه في الملاعب يعني يعملولها حساب الموبايل بأنه الموبايل دلوقتي بيخلي الداعب مع رش مما بيتساب معهم الموبايلات ولا لا هذا سبب من أساب التوتر بأنه ممكن يعود يكلم الناس بالموبايل وحتى لو هو في المعسكر والموبايل معه كأنه بيتعامل مع العالم الخارجي طبعا وفي جزء اعتقد مرتبط بطبيعة المنافسة والمواجهة يعني في أوقات كتير جدا مثلا بيبقى في ضغط نفسي أو سفزاز نفسي إنجاز التعبير من بعض مدارس الكروية يعني بنشوف ده كتير في بعض الفرق أو المنتخبات خصوصا اللي بنقابلها أو الفرق اللي بنعب معها بنشوف ضغط جماهيري بيحاول يخرج اللعيب اللعيب عن تركيزهم بتشوف ده في أفريقيا وبتشوف ده في شمال أفريقيا يعني اعتقد برضو الطب النفسي هنا بيكون ليه دور في التأهيل والتعامل مع كل مواجهة على حد على حسب طبيعة المنافس اللي احنا رايحين نلعب معه وده حصل مع محمد صلاح لما كان بيلعب بطول الكاف والجمهور يعني عمل الحاجات كثيرة تستفز رغم أن الجمهور بيحب محمد صلاح يعني الجمهور عندهم كانوا بيعايزين تتصوروا مع محمد صلاح ويعني هو أهم واحد في الناس على أرض الملعب بالنسبة لهم ولكن يبدو أنه برضو يعني هل ده كان مقصود ولا مش مقصود لأنه كان ممنهج محمد صحيح ومضيقته غير معالي إزازة مية مش عارفية يسلط الليزر في عينيه أفرده مهما كان نجم لكن هو في الآخر بشر ده يتأثر ضروري يبقى في الجهاز الطبي أو حكترا يعني تقول أنه ضروري أنه الأجهزة الفنية أو الأجهزة الرياضية أو الموديل الفني يبقى معها عنصر متخصص فيه الطب النفسي ده يساعده بشكل كبير جدا على زي ما فيه جهاز طبي يتعامل مع الإصابات ويتعامل مع الاستشفى والتأهيل يبقى فيه طبيب نفسي موجود مع الفريق يقدر يتعامل أو يجهز السكواد لمواقف من النوع ده ده ضروري هو قاعد يشوف التدريب والمباريات ويشوف اللاعب الفلاني ده كان مهزوز اللاعب كان مضطرب اللاعب ويقعد معه حتى بعد المباريات ما تخلص ويشوف أخباره ده هيفرق كتير قوي 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 في الأداء بتاع الفرق صحيح ده فيما يتعلق بالفرق لكن فيما يتعلق بالجماهير دكتور محمد لو سمحت لي يبقى ليها معك مدخلة تانية نتكلم فيها عن سايكولوجية الجماهير وإيه اللي اختلف في الجيل الحالي عن الأجيال بتاعت زمان إيه اللي اختلف بعد ما الجماهير ما بقتش بتوصل للمدرج وبقت عايشها في عالم افتراضي على السوشال ميديا ثقافة التحفيل وتأثيرها وماذا لو استمرت الأمور على هذا المنوال لو تسمح لي يبقى لينا مدخلة تانية نتكلم فيها عن الموضوع ده أكون شاكر جدا لحضرتك إن شاء الله ساعدت جدا بدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر وإن شاء الله يكون لنا مدخلة معاه تانية نتكلم لأنه الحقيقة فيه كتير في سايكولوجية الجماهير عندنا في مصر اتغيرت ويمكن حرمان الجمهور بشكل كبير من حضور المطشاط في الملعب أثر بشكل كبير وخلى منصات السوشال ميديا وفيه ناس بتلعب فيها لأنه الحقيقة مش كل على السوشال ميديا بس الجمهور لا فيه لجان إلكترونية وفيه ناس شغالة وفيه ناس بتشحن وفيه ناس بتثير فتن فبالتالي الحقيقة المناخ العام بقى شوية يعني شوية هقول شوية مسمو خلينا نروح الحقيقة لاحتفالية نظمتها القوات المسلحة ويمكن شاهد فيها الفريق أول محمد زاكي القاعد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم لتكريم اللاعبين وللأجهزة الفنية والإدارية اللحقاء وإنجهزات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام 21-22 وده كان بحضور طبعا دكتور أشرف صبحي زي ما حضرتكم شايفين وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ونقاد الرياضيين ونجوم الرياضة بشكل عام ويمكن الحقيقة في البداية كان فيه عرض لفيلم تسجيلي أعدته وإدارة الشؤون المعنوية يتكلم بشكل عام أود ده فكرة عن نشأة الجهاز الرياضة الجهاز الرياضة القوات المسلحة والحقيقة زي ما أنتم شايفين أبطال في كل الرياضات سيد جمال علام رئيس الاتحاد الكورة طبعا يمكن أعتقد إسهامات القوات المسلحة وجهاز الرياضة فيها في قطاعات الرياضة المختلفة أصبحت واضحة بشكل كبير جدا وجوز كبير جدا زي ما بنقول الجيش المصري هي ومصنع الرجال فالقوات المسلحة أيضا هي مصنع الأبطال وعدد كبير جدا من أبطال مصر في مختلف الرياضات وخصوصا الفردية منها خرجوا من جهاز الرياضة في القوات المسلحة ورئيس سيسي بنفسه الحقيقة يمكن مهتم بده بشكل كبير ووجه تهنئة لكل الأبطال الرياضيين طيب نتكلم بقى عن الأهلي ونتكلم على معسكر الإعداد ونتكلم على المركاتو وعندي ملاحظات كتيرة جدا على المركاتو السندي في مصر بشكل عام قبل ما أتكلم على مركاتو الأهلي وصفقات الأهلي بس تسمحولنا قبل ما نستقبل نجمينا النهاردة كابتن محمد حشيش نروح لفاصل ونرجع ندخل في موضوعنا طيب يبقى الكلام عن الأهلي وكلام على معسكر الإعداد وقبل معسكر الإعداد يمكن نتكلم شوية كمان على المركاتو مش المركاتو أو سوق الانتخالات اللي يخص نادي الأهلي المركاتو بالذات بشكل عام في مصر اللي حصل السندي لأن في حاجات يمكن تكون علامات استفهام كبيرة ممكن تبقى مش مفهومة وفيما يخص الأهلي حتى في الأسماء اللي تم أو تم الإعلان عن ترشحها أو اهتمام النادي الأهلي بيها والأرقام والمبالغ اللي اتطلبت فيها قياسا بحجم المواهب وقياسا بحجم الإضافة اللي ممكن الأسماء دي مع كامل التأدير والإحترام لأنديتها وليها تزودها على سكواد النادي الأهلي أعتقد أنه فيه أمور كتير جدا ممكن تبقى مش منطقية خلينا نتكلم أكتر وبالتفصيل مع ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن محمد حشيش اللي بيشرفنا وينورنا فيه السادسة بسأخير يا كابتن محمد بزيك يا محمد بزيك يا حضرتك الحمد لله كله تمام أول مرة الأول بس قبل من وجهة نظرك يعني قبل ما نتكلم على أنه فيه جهاز فن جديد وفيه مركات وصفقات وأكلمك عن إيه المطلوب تحديدا في الجزء ده الكام وإلا كيف شايف ده ممكن يأثر إزاي على موسم الأهلي اللي جاي أنا بقول هيأثر تأثير إيجابي طبعا لأن هي مشكلتنا نحن السنين اللي فاتت وخصوصا السنة الأخيرة دي هي موضوع تلحم المواسم المواسم مع بعضها واللعيبة بتاخدش راحة بتاخدش الراحة الكافية اللي هي في علم التدريب أساسية أن انت بتخلص موسم بتاخد لك على الأقل تلات أسابيع راحة سلبية عشان تبدأ تاني عشان تقدر يعني تعدي الموسم عايز أقول لك كمان دلوقتي أن المواسم بقت مختلفة عن المواسم بتاعت زمان بقت مواسم أقوى ومتشاط أكتر وفرق أكتر ودوري بقى فيه فرق 18 فريق غير أيامنا مثلا كان 12 فريق دلوقتي 18 فريق دول بص يعملوا كم أفريقي أيامكم كان ذهبوا عودة من البداية للنهاية نحن في دور مجموعات نحن فيه كاس عالم أندية ما كانش فيه دوار بقى مجموعات في إفريقيا ما فيش سوبر إفريقي ما فيش سوبر محلي ما فيش كاس الرابطة ما فيش حتى البطول العربية ما كانتش موجودة أيامنا يعني بص الكم ده كله في موسم واحد فتخلق كم ده كله وانت مش واخد راح مع كمان مباريات مبارياتك اللعيبة اللي بتلعب مع المنتخب دي كمان قصة تانية إذا كان فيه بقى مثلا حظك في موسم زي اللي فاد ده أمم إفريقية اللعيبة كده مش عايزة ثلاث أسابيع اللعيبة كده عايزة ثلاث شهور راحة الزهب ثلاث سنين ثلاث سنين راحة صحيح طبعا كويس أوي حكاية الرحل سلبية وكويس أوي القرار اللي اتخذ من مجلس الإدارة من فترة اللي هو بإراحة اللعيبة الأساسية تقدر أنها تأخذ لأن الوقت وقتين من سنين ممكن الوقت يدخلين هم ثلاث أسابيع ولا حاجة أو شهر هيدخلوا في شهر هتفرق جامد قوي معهم ويبدأوا بقى فترة أعداد التدرج الطبيعي بتاع الليقة البدنية والمستوى إن شاء الله بإذن الله عايزة أبص معك كده على خطوط النادي الأهلي التلاتة أو الأربعة بحرص المرمى يعني ونشوف لو في حد لفت نظر كابتن حشيش ممكن يمثل إضافة لنادي الأهلي عايزة أنت تختار أسماء عايزة أن أختار لك أسماء زي ما أنت تحب نلعبها إزاي لا أختار لأنت أسماء أختار لك أسماء نبتدي بحرص المرمى عندنا محمد شناوي عندنا علي لطفي عندنا مصطفى شبير والتلاتة في كل الأطاة اللي ظهروا فيها أثبتوا أنهم التلاتة الحقيقة تتطمن لأي واحد فيهم واقف جول كيبر للنادي الأهلي هل في حرص مرمى موجودين على السحف أنا بكلم محليا أسيبك من الصفقات اللي من بره في حرص على السحف ممكن يمثله إضافة للنادي الأهلي أنت مش محتاج أكتر من كده مش محتاج أنت عندك الجون الأساسي لمنتخب مصر تمام وطبعا الشناوي بخبراته الكبيرة دلوقتي مع علي لطفي خبرات برضو بقاله فترة بلعب ولما بلعب فيه أوقات صعبة وهو مريح وبيلع في أوقات صعبة بيبقى كويس صحيح عندنا مصطفى شبير بيبقى هايل هايل ودي حاجة يعني الناس يمكن مش حاسة بيها بس المبضى صعب هاوي السيزن ده الناس حست بعلي لطفي يعني يمكن الأكتر سيزن الناس قدرت ان احنا عندنا جول كيبر كبير اسمه علي لطفي لأن طبعا الناس لازم تعرف ان المركز الوحيد في الملعب اللي محتاج دايما تبقى رجليك في الملعب وتحت التلات خشبات هو حارس المرمى عشان ده بيحتاج ان هو يعني بيتحرك من غير ما بيبص وعارف الإحساس وأبعاد الجون بتاع ولازم يتحرك أوتوماتيك وبيطلع فمحتاج ان هو يبقى في الملعب عندك مصطفى شبير صغير وبرضو ما اخد فرص كان على قد المستوى لعيب أمل طبعا النادي الأهلي فانت عندك ثلاثة انت مش عايز أكثر من كده بس اللي أنا طلبه بقى يعني أنا طلبه ان يبقى فيه ممكن السياسة تتغير شوية فيه ان أنا أقدر أدفع بالناس دي برضو أديها في بعض المتشاط على أساس يبقوا برضو قريبين ما بقاش بعيد أو ما بقاش ان أنا بلعب لما لقدر لش ناوي بيبقى مصاب أو في حاجة مظبوط طب نيجي لخط الدفاع عندك في خط الدفاع الحمد لله يعني أعتقد انه فترة الراحة السلبية دي خلت الناس تتعافى من حالة الإجهاد والمصابين كمان يرجعوا ويبقوا جهزين وبالتالي هم نتكلم على انه مستويات اللعيبة دي ان شاء الله مع الراحة السلبية ومع معسكة الأعداد بتكلم على الأسماء دي في التوب فورم حتيس عليهم انهم بإذن الله وصلين لأعلى مستوياتهم عندي محمد عبد المنع عندي رامي ربيعة عندي متولي التلاتة اللي فانيشوا الموسم بشكل رائع جدا وارقام الأهل الدفاعية في نهاية الموسم وتحديدا فترة ريكاردو سواج هي الأفضل على مدار التلات سنين اللي فاتوا بشكل كبير جدا معاهم ياسر إبراهيم ومعاهم أيمان أشرف صحيح كانوا بعاد عن الصورة لكن الاتنين لفترات طويلة جدا تقلقوا وتعملكوا وفي وقت ملأوا كانوا هما الاتنين الأساسيين في المكان ده تمام أنا هختار لك مثلا ودي وجهة نظري متواضعة جدا يعني أعتبرني أنا يعني حد يعني مش بيفهم قوي بس يعني أنا هنقول أنه ظهر كقلبة فاع في الموسم ده الوينش تمام ظهر أسامة جلال ظهر أحمد يسين في حد منهم ممكن يمثل إضافة لخط دفاع النادي الأهلي ولا خط دفاع النادي الأهلي بص أنا يعني أنا عندي إحساس طبعا أن خط دفاع النادي الأهلي هم كلهم لعيبة كويسة المشكلة أنت عارف الخط ده بس مشكلته أن أنت الاتنين اللي بلعبوا لازم يلعب مع بعض كتير تمام لأن برضو زي بقولنا على حرس المرمى الاتنين الاستوبرين أو الاتنين المساكين حركتهم مرتبطة بعضها تماما غير أي حد في الملعب يعني يعني سواء في التقطيع العكسية طبعا هم لك صناعيات يعني حسب ملعبهم مع بعض برضو هم كلهم لعبهم مع بعض أنا عارب بس يعني ياسر وأيمن أكتر اثنين لعبهم مع بعض تمام ربيع وعبد المنعم ممكن برضو يبقوا أكتر يعني نوعا ما لعبوا كتير مع بعض صحيح متولي طبعا أنا أشوف واحد لعيب كبير ولعيب جوكر ممكن تلعب وفي القلب الدفاع ممكن تطلعوا نص ملعب يقدر يدي هنا ويدي هنا الأربعة أحسن من بعض الأربعة كويسين يعني أنا عايز أقول أن المكان ده هنبقى عن الحياة المحلية شوية أنا نفسي يجي فيه مساك أجنبي أجنبي على مستوى عالي طيب بالذات في ضربات الرأس أوكي يعني ألعاب الهوى بالنسبالي لأن دلوقتي يعني أو حسينا خلال فترة اللي فاتت مشكلة النادي الأهلي سواء في أفريقيا أو محلي برضو الحاجات اللي بالعرض والكور العرضية دي هنضحي بأول صفقة في مدافع ماشي كابتن ماشي 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 نروح للبكين تمام عندنا علي معلول في الشمال عندنا معايا زهر محمد أشرف وزهر معايا رقفة خليل ولاد الحقيقة وعايدين جدا فوسط لعيبة في نفس يعني ما دخلوش معاتيم كبير يسندوا في ظروف صعبة شوية فالحكم عليهم ما ينفعش يبقى كامل بس أنا شايف أنه كأماشا ناس الحقيقة مبشرة جدا مبشرين وعندي ناحية تانية أكرم توفيق ان شاء الله بعد ما يرجع عندنا كريم فؤاد مقدم فنش موسم هايل وراح ممتخب فيتوريا واغدو وعندنا محمد هاني الأساسي اللي كان في المركز وهاني في التوب فورم لو بنكلم عليه توف فورم لعيب مهم جدا ملعيب كبير جدا تمام بالنسبة للباك الشمال أنا كنت من أكتر الناس اللي بنقول عايزين باكلفت تاني مع علي معلول مظبوط لأن علي معلول كبير في السن ضغط مغرات كبير جدا طبيعة لعب وكمان اعتماد النادي الأهلي عليه بصفة أساسية في الناحية الهجومية يعني هو مش مجرد مدافع بس بيدافع وبيوصل نص الملعب مفتاح لعب وبيكمل ومن أكتر العيبة اللي في الملعب اللي بتعمل سبرينتات أو سرعات بطول الملعب يحد فهو كان محتاج بقى خلاص ان يجي حد معاه هما الباكين دول أكتر اتنين بيجروا وحوش صحية فكان لازم بقى حد معاه لما ظهر بقى في الفترة الأخيرة نتيجة لصعود الناشئين محمد أشرف طبعا اللعب كويس وأنا كنت بتكلم عليه من فترة كبيرة قبل ما اللعيبة تاخد أجازة في الفترة الأخرانية وقبل معلول ما ياخد أجازة يا جماعة لعبوا الراجل ده وجربوا لأنه لعب كويس وبعدين ده راجل 2001 يعني أنت بتكلم على الراجل عنده 21 سنة مثلا 21 سنة فالمفروض أنه يكون لعب من سنتين ثلاثة لعيب كويس معاه فطبعا هو ده اللي احنا كنا عايزينه هل أنت شايف أنا مش شايف الحياة في مصر في باكات لفت تانية تستاهل أنك ممكن يعني تجيب حد أنت عندك ابن النادي صحيح أحمد أشرف لعيب كويس قوي الباكة التانية اللي هو بتاع منتخم ناشئين رأفة خليل رأفة خليل برضو لعيب كويس وعنده كورة كويسة كمان ومن يعني من النادر أنه بتلاقي مثلا الأطراف دي عندها كورة بتاعتمد عن السرعة والقوة إنما لعيب كورة فده برضو طب أنت عايز أكتر من كده بس زي ما بقولك أحمد لازم يبقى في خطة أن أنت يعني إحنا اللي ضرنا شوية خلال الشهرين ثلاثة الأخرينين ما بتديش أي فرص خالص برغم الإجهاد بتاعهم كنت بتعاند وبتعاند ما بتديش فرصة فجيت فترة فترت خلاص اللعيبة وقعت ودولت لقوا نفسهم كلهم يعني في موقف صعب أو تحت الضغطات فالناس دي لو تقدر أنت برضو تعمل من البداية تقدر تلاعب الناس حتنفرق جامد قوي خط النص في الأهلي محتاج عايز أكمل الباكرايت 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 باكرايت مقفول عندنا يعني حتى يعني أنا مش شايف في الحتة دي غير عمر كمال يمكن عبد الواحد يعني هو اللي ممكن يبقى منور شوي بس أنا بيتهالف وجود أكرم مع كريم مع هاني أكرم طبعا هاني هاني على فكرة من اللعبة الكويسة وجات له فترات لو هنفتكر ونرجع بالتاريخ بس الناس ساعات بتاخد بس بآخر فترة الفترة بتعكسها العالم الأندية كان لعيب كويسي أو يلعب قدام فرق قوية جدا بس ياخد الثقة لأن ممكن يعني اللعب يمر بظروف إنما هاني يعني من لعبة الكويسة خط النص خط النص أنت عندك يعني كتير يعني أنت عندك ديانج في حد لفت نظرك يكون إضافة يعني بوبو سيسي كناريا سيسي جيش بوبو فيوتشر كناريا يعني طبعا يعني اللي نوار بوبو طبعا لعيب كويس عندك طبعا برضو يعني ده خط النص إحنا طول عمرنا خلال فترة الأخيرة دي بالنص خط نص النادي الأهلي مش محتاج حد يعني تيجي لغات خط النص وما تتكلمش تقول لا ما عنديش يعني ديانج وسولية وحمد فتحي يعني التلتة طبعا أساسين فيه طبعا أشبال كمان طالعين معاهم في الحتة دي وفي أكرم وعمار برضو يعني يعني جواكر ممكن يدخلوا في الحتة دي صحيح فأنت مش محتاج احنا نتكلم بقى على ممكن الأطراف انت محتاج أطراف الجناحين الجناحين لأن الشغل كله دلوقتي في فرق كرة القدم اللي بتلعب بالذات في الناحية الهجومية هم الأطراف اللي عليهم الشغل اي لو حتى عندك راس حربة سوبر أحسن لعيب في العالم بدون أطراف تخدم عليه مش هتقدر تعمل حاجة تعايز أطراف وبعدين أطراف لعيبة كرة يعني أطراف لعيبة كرة مش مجرد برضو سرعة وقوة اللعبة المباشرة لا لعيبة كرة والأهم من كده أنه عنده الحلول الناس تقدر تقف على الكرة وتطلع الناس اللي جاء من تحت لأن النادي الأهلي قدر أنه دايما بلعب مطشات مقفلة يعني دايما النادي الأهلي بتلاقيه في المطشات المفتوحة الفرق اللي بتحاول تلعب معه مفتوح وتحاول تهاجم وكده بتبقى مطشات سهلة نوعا ما بالنسبة المطشات المقفولة أحمد بتبقى صعبة جدا جدا مع النادي الأهلي فمحتاج العيبة إذا بقولك تقف على الكرة وتطلع الناس اللي جاء من تحت وتخلق مساحات فده محتاج نوعية من اللعيبة أو من الأطراف اللي هي على مستوى عالي صحيح هاجل لخط الهجوم مرة تانية بس يمن يستعرض محضرتك النهاردة يمكن قبل ما حاجة شرفنا في السوديو عطول كنت بكلم على حفل التكريم اللي أقامت للقوات المسلحة النهاردة واللي شاهد فيه الفريق أول محمد زاكي القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والنتاج الحربي تكريم عدد من الأبطال أصحاب الإنجازات والأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا ويمكن ونستعرض مجموعة من الصور مع حضرتك دلوقتي الحقيقة أعتقد كمان أنه على مستوى صناعة الأبطال على مستوى البنية التحتية أعتقد أنه القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا في تطور المشهد رياضي وإضافة عدد كبير جدا من الأبطال الحقيقة في السنوات الأخيرة صحيح صحيح القوات المسلحة دايما يعني كلية كبيرة بيخرج منها أبطال على مستوى عالي لأنه طبعا بتضيف لأي رياضي موجود حتة الالتزام اللي هو محتاجها دايما الرياضي والانضباط والحماس والقوة والإصرار الحاجات دي طبعا بتبقى موجودة أو دايما موجودة في الجيش فبتضيف دايما للأبطال دايما للأبطال وبالذات كمان لو تلاحظ أنهم على المستوى العلعاب الفردية لأن اللعيب اللي بلعب أو الرياضي اللي بلعب اللعبة فردية بيبقى محتاج مقاومات غير لعيب موجود في مجموعة صحيح يعني اللعيب اللي موجود في مجموعة ممكن واحد اللي جنبه يسنده ممكن ياخد الحماس والقوة من بقية العناصر اللي موجودة في الفريق سواء ستة أو عشر أو 11 على حسب الفرقة إنما الألعاب الفردية بتبقى أنت معتمد على نفسك في كل حاجة صحيح يمكن الحفلة ده شهد القائل اللي هو أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة القوات المسلحة كلمة أكد خلالها على أن يمكن جهاز الرياضة في القوات المسلحة بيعتبر من الإنجازات المشرفة لمصر والحقيقة يمكن ده بيحصل نتيجة دعم ومتواصل بتقدمه القيادة السياسية للقوات المسلحة أيضا القائد العام وقوات المسلحة الفريق أول محمد زاكي قام بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات في دورة البحر البحر المتوسط دورة العام البحر المتوسط لاستضافتها وهران في الجزائر في بدايات عشرين وعشرين ويمكن الحقيقة يمكن وزير الدفاع نقل تحيات وتقدير لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لكل الأبطال الرياضيين والأجهزة الرياضية والإدارية وأكد اعتزازه بما أنجزه الجيل ده من الأبطال ومن العسكريين واللي سأقول الحقيقة من إجهزات رفعت اسم مصر عاليا وأكد كمان الحقيقة في رسالة مهمة جدا للقائد العام للقائد المسلحة على أن الرياضة بتعد من أفضل القيم الإنسانية اللي بتهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضرات رسالة مهمة جدا الحقيقة والأروع نتمنى أنها الحقيقة يمكن تكون السمى الغالبة والسائدة على الوسط الرياضي لأنها في النهاية رياضة منافسة شريفة وقبل الحقيقة المكسب وقبل الفوز وقبل المطلات بتأتي دايما الأخلاق والمبادئ أعتقد في المقام الأول جيش مصر الدرع الحامي لمصر في كل الأوقات وكل الأزمنة مؤسسة ماشي على مبدأ ومنهاج على طول طول الخط بنتعلم دايما منها في كل حاجة في كل المجالات الحقيقة صحيح يمكن واحد من من الأهم علامات المرحلة دي فكرة أن الدولة بكل مؤسساتها الحقيقة مش بس قوات مسلحة دولة بتنتاج مبدأ الاهتمام باقتار رياضة بشكل كبير جدا تطوير البنية التحتية بشكل أكتر من رائع على كل مستويات سواء ممارسة محترفين أو ممارسة هواء النهاردة عدد الملاعب والتطور اللي بتشوفوا مصر أعتقد غير مسبوك قدرة مصر التنظيمية على استضافة البطولات الكبيرة الحقيقة وصلت لمستويات رائعة مش بشهادتنا إحنا كمصريين بل بشهادة العالم كله وإن شاء الله بإذن الله ده ترجم كمان على مستوى الفوز وتتويق بالبطولات في مختلف الرياضات عايز أقول لك أحمد في العجالة كده أن أكبر دليل على كده لو نرجع بالتاريخ شواء 2019 نظمنا الأمة الأفريقية مش ممكن الجيش أو المؤسسة العسكرية كلاها دور كبير قوي في موضوع الاستداد وتجهيزها تجهيز على أحدث مستوى عمل طفرة كبيرة ما نساش كمان القرية الأولوبال في طريق السويس اللي بتتعامل الجديدة دي حاجة جمدة جدا يعني وانت رايح لو تروح لأين السخنة أو كده تفرج الشغل اللي ماشي بشكل كبير أو حاجة يعني مفخرة كبيرة أنا فكر في استضافتنا للأمم أفريقيا دي يعني لما رصدنا معظم ردود الأفعال برا الناس كلها كانت تتكلم على أنه مبهورة بكاس عالم أو في ناس شافتوا على أنه كاس عالم مصغر وصعب قوي مع كاملة التقدير والاحترام لأشقاء في أفريقيا صعب جدا تشوف بطولة أفريقيا يحنا شفنا يمكن الكاميرون لكن صعب قوي تشوف الدولة بتصديق بطولة أفريقيا تقدمها للعالم كله بالشكل ده شيء مشرف لقارة أفريقيا فرق كبير جدا لأن فرق بيننا وبين يعني معلش بلاد أفريقيا إحنا برضو حضارة بتاعتنا من شوف كام سنة وتقدم والتاريخ وبعدين بالتحديد بقى أحمد يعني لازم ننسب الفضل للأصحاب يعني بالتحديد العصر الأخير اللي إحنا يعني عايشين فيه إحنا شايفين إنجازات يعني اتعاملت في مدق لقيلة قوي يمكن إحنا الأجيال اللي زي أنا الكبار شوية يعني عصر كذا حاجة كانت مثلا حاجة صغيرة بتتعمل في سنين طويلة دلوقتي كمان حجم الشغل وسرعة الإنجاز يعني سرعة الإنجاز دي في حد ذاتها هو اللي إحنا يعني مبولين صحيح الملمح اللي قدرتنا على إن ننجز الحقيقة كبيرة جدا حقي طب نرجع لموضوعنا مرة تانية ده معنا أو إفنع في جزئية الصفقات يا كابتر محمد على إنه الكام وليس الكيف تمام لو نتكلم على صفقتين وأنا أعتقد إنه معظم جماهير النادي الأهلي يعني إحنا سمعنا عن إنه مشايف فلان فلاني جاي الأهلي في مفاوضات بين كذا وكذا سمعنا 3-4-5 أسماء كده مع كاملة تقدير والإحترام لهم طبعا بس الناس بشكل كبير جدا رمية تقولها على فكرة ممكن حد من الأسماء دي يكسر الدنيا يعني لكن في النهاية الجمهور أهلي مستنى قوي الصفقات الأجنبية صح طبعا أنا معاك وانا شايف بما إنه المبالغ تتطلب في العيبة في مصر نحن نتكلم على 3-4 العيبة إجمالي المطلوب فيهم يوازي صفقتين برا من أوروبا أو من أمريكا على مستوى عالي سوبر 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 يعني مش موجودين في مصر أو في أفريقيا اللي أنا عايز أقوله بقى في النقطة دي حاجة مهمة جدا أن الناس مش واخدة بالها منها الظروف دايما كل سنة الدنيا بتتغير من حوالي يمكن 6-7-8 سنين كان موضوع انتقال اللعيبة من الأندية في الدوري المحلي للأهل أو زمالك كان يعني سهل شوية لأن ما كانش فيه حد عنده القدرة أنه جيب لعيبة في الدوري المحلي غير النادي الأهلي وبعدين فترة كده النادي زمالك صح مظبوط فكنت بتقدر أنت كنادي أهلي جيب أي لعيب في أي حتة في الدوري المصر دلوقتي ظهرت يعني يعني هقولك زمان كان أهلي زمالك وطلع المقاولين شوية بقى ممكن حد يروح المقاولين بيدفعوا شوية وبعد كده المدخل برضو ابتدى يبقى فيه قوة شرائية قوة شرائية دلوقتي أنت عندك حوالي خمس ست سبع أندية لأ بتدفع أندية شركات دلوقتي فوتشر يعني دخل أول سنة بالنسبة لي ومحق ندفد ولا بوب ندفد ندفد أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي خلي بالك برضو أنا دايما ببص بمميل للأصول الأهلوية لأن بتفرق مش هجي غريب عن النادي برغم من دلوقتي أنت عارف اللي احتراب يعني بقرب المسافات وأي حد بصراحة ودي حاجة يعني معروفة متورصة في النادي الأهلي أي حد بيجي غريب جوة النادي الأهلي بينصاهر وبيندمج مع النادي الأهلي أو فصة الفرقة بسهولة يعني بس أنا شاف خلال الفترة اللي فاتت يعني ماشي كويس قوي في الفريق بتاع أو يعني بص هي برضو قناعات الناس اللي بتختار معا أو ضد أنه يعني بأصول زمال كوية هلعب في الأهلي أو العكس بص يعني هو هو الاحتراب غيرك خصل كتير يعني فيه لعيبة كتير من الزمالك ومنهم نموز يعني يعني جمال عبد الحميد كان في الأهلي وراح الزمالك حسوم وراهيد كان في الأهلي وراح الزمالك طرق السعيد كان في الزمالك وجه الزمالك رضا عبد العكس صح يعني أصلت كتير على مدارة التاريخ بس دلوقتي يمكن حسسس أن الحساسية في الموضوع بقت أزياد بقت زيادة شوية برغم المفروض أننا بقين احتراف من كذا سنة يعني الموضوع الخلاص يعني ازاي بقول اختلاط أنساب يعني العملية يعني بقت سهلة قوي بس أنا يمكن برضو للرعيل من زمان بفضل دايما يعني لو هتديني مثلا لعيب النادي الأهلي ابن النادي الأهلي ولعيب تاني من فرقة سؤالي مش مرتبط بالعيب يلعب في الزمان طبعا طبعا يعني يعني اللعيب النادي الأهلي يفضله أنه يرجع النادي الأهلي يرجع بيته وحتيته ومكانه وتربع على حاجات معينة ومبادئ معينة وقسس معينة وطريقة معينة وطريقة فرحة معينة وطريقة زعل معين وطريقة تصريح يعني حاجات كده قلت قوي يعني الأسماء النهاردة بعد ما كانت دائرة كبيرة ومفاوضات شرقا وغربا السفيهات قلت قوي تميل أكتر لإيه يعني تجارب الأهلي مع مدارس الكرة المختلفة كانت متعددة ومتنوعة فيه جزء ارتبط بالمدرسة الألمانية كان بيعتمد على الجانب البدني أكتر النواحي التكتيكية أكتر وقبليهم المجارية وقبليهم المجارية وفترة الإنجليزية طبعا ومع جوزي اتغيرت الفكرة الفكرة شوية وبقينا أقرب للتيكي تاكا الاستحواز المتعة في الأداء مع النتائج برضو طبعا النتائج بالنسبة لنا ما فيهاش نقاش الأهلي بسكوادو دي يعني بالأسماء اللي موجودة دي التركيبة دي محتاج ايه محتاج تتراهن على مدرسة مرتبطة بالنحية البدنية والتيكتيكية انضبط تكتيكي اكتر فكري مدربين اكتر وشغل في الملعب ولا بالنحية المهارية والكرة الممتعة والتيكي أنا مين للمدرسة اللي هي بتعتمد على القوة البدنية ليه برضو لأن التحديات بقت كبيرة قوي متشاط بقت كتيرة جدا جدا بطولات كتيرة محتاج لعيبة وقفة على رجلها صح يعني اعداد بدني وقوة بدنية كبيرة جدا لازم تبقى موجودة لأن احنا بنشوف المتشاط اللي بنقابلها وبنشوف الفرق اللي احنا بنقابلها سواء في افريقيا أو في اي حتة تانية أو كاس عالم الأندية أو قوة بدنية لأن الكرة دلوقتي بقت قوة بدنية في المقام الأول يعني القوة البدنية دلوقتي بتأثر على الموهبة طبيعة لعب الناد الاهلي بيتنفذ بيتنفذ فأنا بميل للمدارس دي اللي هي بتحتاج قوة بدنية لقا بدنية عالية جدا لعب وبعدين كمان يعني يبقى فيه التزام تكتيكي للمدرب في مدرب بيبقى بيسيب اللعبة في بعض اللحن تلعب براحتها وفي مدربين بتبقى محفزة ولازم تبقى فيه التزام تكتيكي جوه الملعب أنا بميل للمدرسة دي الدفاع ثم الهجوم أم الهجوم ثم الهجوم يعني فيه مدربين كتير جدا حققوا بطولات والقاب أنشلوطي مثلا مع ريال السنة اللي فاتت حقق لقب كرة دفاعية إيطاليا على مدار تاريخها حققت ألقاب كبيرة جدا بكرة دفاعية تميل أكتر وشاف أن القماشة اللي مجوعة تساعد أكتر على الدفاع ثم الهجوم ولا الهجوم ثم الهجوم وجمهير الأهلي يخد بالك في الاعتبار ده عايزة تشوف كرة السنة أكيد صح أكيد بس كرة علمتنا أن اللي بيدافع كويس بيلعب كرة كويسة وبيقدر يهجم وبممكن يكسب لازم تبقى مدافع كويس جدا جدا لأن لو شفت خلال برضو الموسم الأخراني أو اللي قابله أن أنت فيه ماتشاط ممكن تكون خسرتاء أو تعادل تنبيه فيك جون بتبقى صعب زي بقولك أصلا النادي الأهلي حالة استثنائية بالنسبة للفرق أنت أي فرقة بتلعب النادي الأهلي سواء في آخر الجدول أو في أوله بتبزل كل الطاقة مع النادي الأهلي مظبوط فبالتالي بتبقى عندها ناحية الدفاعية قوية جدا وبيلعب مثلا على الكونتر أتاك وكذا فإحنا اللي حصل الفترة الأخيرة أنت ممكن وأنت أثناء هجومك شوفك أنا تجربتي يعلمتني مع الأهلي أنه توم مهجوم الأهلي بخير أنا ما بهميش يعني هتسجل فيها هتخطف فيها جون هجيب فيك أربعة يعني إحنا تعودنا على كده فيعني أنت عايز لعب المفتوح أنا عايز أنا عايز أحط الفريق حتى لو الفريق في البوك يعني هو نازل يهاجم الأهلي أنا عايز أحطه في البوك 60 دي خلي بالك خلي بالك ده جزء ده جزء من الكرة الدفاعية أنت بتلعب أنت أصدق بقى تلعب ضغط من قدام بالضبط ده في حد ذاته وما أنا يعني بحسسك أننا عايز كاتم على نفسك من البداية عايز خط هجوم عنده حلول مختلفة مختلفة ومتنوعة وعنده قوة بدنية كبيرة جدا أنه هو مش لعيبة عندها مهاراته بس لا ده أنت الضغط العالي واستمراره واستمراره كمان محتاج لقى بدنية عالية صحيح فدي ممكن هي اللي أنت أصدق عليها أن أنا من أول داخل أن أنا بهاجم وبدغط عليك من البداية مش بديك فرصة أنت ضحيت ضحيت بصفقة أجنبية اخترتها تكون شايف أنه خط الدفاع محتاجها طبعا وقرد أنا عندي علي معلولو وقرد عندي ديانج فأنت محتاج قدام أنت ممكن تجيب رأس حربة مهاجم ولا جناح ممكن جناح وممكن رأس حربة على مستوى عالي أفريقي ممكن يكون أفريقي ممكن يكون شمال أفريقي يعني على حسب يعني ما همنيش الموقع أو الجنسية قوي إنما نهمني الكفاءة يعني صحيح أنت عايز رأس حربة في مشكلة عند النادي الأهلي أنت ممكن تبقى طول متش بتهجم ويجيب جون مثلا أو ما جيبش حاجة أنت محتاج من أنصاب فرص عايز لعيب من نصف فرصة يجيب لك جون اتفق أن أنا وكابتن حشيش أن الكواليتي 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 والأهم في صفقات النادي الأهلي أنها تمثل إضافة ما تكونش شبه ولا في نفس مستوى الأسماء الموجودة لأن الحقيقة أهلي كل خطوطه بخير وبإذن الله نجمنا بعد ما يرجعوا من راحة سلبية ويكون فيه معسكر إعداد وكل ثقة الحقيقة أنه اسمه مديل فني الجيد سيكون متناسب مع طموحات الأهلي وجماهيره في الموسم الجديد سنرى الأهلي في مكانته الطبيعية بإذن الله مرة تانية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفت ونورت وأسعدتنا كالعادة وبشكر حضراتكم على المتابعة وبكرا شكرا نتقابل حلقة جديدة دايما في السادسة على شاشة الأهلي